مرحبا يا جماعة نحن اليوم 4 ايار 2024 حبيت اعطي نظرة سريعة عن المنخفض الجوي يلي رح يضرب لبنان خلال الاحد والتنين من المفترض انه لبنان يتأثر بمنخفض جوي متمركز جنوب شرق تركيا ورح يطال الساحل السوري كدرجة اولى وساحل اللبناني رح يتأثر بامطار غزيرة رح تتوزع على الشكل التالي الحصة الاولى هي من نصيب الساحل يعني عم نحكي من شكا لبيروت لننزل لصيدة وصور المناطق الجنوبية عند حصة جيدة من الامطار الجبال الغربية كل المناطق اللي بتطلع البحر من الشوف من علي من اب حمدون المناطق المتن مناطق كسروان المناطق اعالي جبال اعالي البترون اعالي نهر ابراهيم اما المناطق اللي بقعية هي الحصة التانية والاخف من الامطار مع مناطق عكار يعني في عنا تقريبا على الساحل نسبة تتراوح بين الاربعين والثمانين مليمتر المناطق الجبال الغربية هي بين 30 و 65 مليمتر والمناطق اللي بقعية ما بين الخمسة و 18 مليمتر تقريبا امطار غزيرة توفانية بساعات المساء بعد بين بعض ظهر الاحد وساعات المساء وخاصة بالليل نسبة الصواعق بتصل ل 90 و 95 بالمية مع تساقط حبات البرد رياح بتصل للستين 65 كيلو متر بساعة وفي احتمال كمان لانه المناطق الجبالية يلي هي بتتخطى ال 2600 متر تشهد تساقط للثلوج لانه الحرارة رح تنزل على طبقة السبعمائة اكتوب باسكال مايوازة 3000 متر للمواندو واللمواندروة هذا بخلينا نشوف انه بالاماكن الجبالية المرتفعة لما بيكون في رتوبة عالية وفي هطوليت رح منشوف تساقط لبعض الثلوج في خطر تشكل السيول في خطر ارتفاع منسوب الماء على الطرقات خاصة لما بيكون في عنا التساقط كسيف لحبات البرد نظرة سريعة حبات اعطية عن الوضع اللي جاينا عليه رح بيكمل للتنين التنين عنا قبل الظهر كمانا امطار غزيرة بتبلش تخف حديتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات المساء وبينحسر المنخفض الجوي على امل انه ترتفع درجات الحرارة وتصير ضمن معدلاتها الموسمية ما فينا نقول انه هيدا المنخفض الاخير خلال شهر ايار ممكن نرجع نشوف بعد منخفضات جاية على المنطقة ولكن هيدا المنخفض منيح انه رح بيغسل الطبيعة من الغبار ولكن منخاف انه من البرد يلي ممكن يكون عم بيقزي المزرعات اي شي جديد انا رح كون معكن دايما بشكل مباشر وبتغطية مباشرة لوضع المنخفض والطرقات اللبنانية تحيات للكون يعطيكم العافية